أحد النواب اللي كان شخصاً الأمور بشكل كبير جداً فيه علاقته مع الحكومة ويعني شفنا أحداث في مجلس النواب يعني فعلاً كانت محزنة للشعب الأردني هذا فيما يتعلق في المجلس النيابي والحكومة والعلاقة بينهم والملك وجه رسالة طالب الطرفين بأن يكون فيه هدوء وفيه أريحية لأنه يعني الأردن غير معني بالانشغال في قضية قضية نزاع مبنية على أساس خلافات شخصية وفي المرحلة الأخيرة أنتم أكيد كل ياتنا تابعنا موضوع قضية النائب يحيى السعود وخلاء سبيله في قضية اطلاق النار بعد مدتهم أنه كان محرض على هذا الموضوع وهاي عمنا تشد زيادة من قبل موضوع الانتخابات اللي راح نحكي فيما بعد بدأ أمطلق لنقطة أخرى وهي تطور الملكية الدستورية لضمان التعددية والديمقراطية أنا شخصيا إذا بدي أخذ الخطاب بحرفيته هاي دعوة لتعددية الدستورية أنا أبعد ترولها يعني هذا خطاب جلالة الملك ولمرحلة إصلاحي نعم يدعو إلى تطوير الملكية الدستورية لضمان التعددية والديمقراطية أنا أبدي أحط خط أحمر تحت التعددية والديمقراطية من أين نهاية أنا أبحكي لakacion التطور الملكية الدستورية ضمن التعديد كيف نحن بنا نعمل تعددية دستورية في ظل انتخاب في ظل قانون انتخاب جميع الأوردنيين مجمعين على أنه قانون متخلف وكل المقايس قانون انتخاب متخلف من أي ناحية متخلف؟ هذا أحكي لجنة الحوار الوطني اللي شكلت في المقابل ثلاث سنوات أو أثناء موضوع الهبيع العربي كلها خرجت كان في إجماع في لجنة الحوار بالعودة إلى قانون 89. طب لجنة الحوار هل كانت تمثل الشرائح الأردنية كافة؟ يفسي حتى هل يمثلوني؟ هل يمثلوا كافة الطبقة؟ هي لربما ما مثلت كل شرائح على المجتمع الأردني ولكن أفرزت ما ما يتمناه الشعب الأردني وهو العودة إلى قانون 89. العودة إلى قانون 89 وهذا كان مطلب شعبي الغريب بالرغم من أنه كان أحد مخرجات لجنة الحوار العودة لقانون 89 إلا أنه أصلوا على الصوت الواحد والمشكلة الأكبر من هيك إنه إحنا بعد موضوع الدوائر الوهمية اللي هذا طريد بالنوع بالعالم جاءنا في الانتخابات الأخيرة موضوع القوائم القوائم الأوهم الأوهم يعني هاي كان مأساة زدنا عليها مأساة ثانية أنا بقول دائما إذا كانت المدخلات خطأ فالمخرجات خطأ إذا كان قانون انتخاب معاق كما احترام الأخواني وعضاء من السنواب فسيخرج من السنواب معاق لا يمثل الشعب الأردني بالمعنى الصحيح يعني مهما مهما حاولنا مهما السؤال يا سيدي مهما النقطة مهما حاولنا مهما حاول الشعب الأمم نجمل هالمجلس؟ لا إنه يكون دقيق في اختيار النائب إلا أنه قانون انتخاب يقف عثرة أمام اختيار النائب اللي تريد لأنك أنت بالنتيجة مجبر يعني أنا بحكي لك مثلا أنا بروح بدي أختار أحد النواب أنا أمامي خيار واحد فبالنتيجة بدأت تصير قضية مصالح يعني بدأت تصير أني أبحث عنها الأقرب إلي أول أكثر أني شخص بمشي مصالحي إنه ما في عندي خيارات أخرى فهذا القانون الانتخاب أحد معوقات التعددية اللي بتحدث عنها سيدنا والديمقراطية اللي هي أحد محاور الأساسية من خطاب جلالة الملك النقطة الثانية اللي هي موضوع أمن الدولة تعديل قانون أمن الدولة انت لاحظت بالأخير موضوع الاعتقالات بعض الصحفيين بدون تكر أسماء وحتى يعني الأردن واجه من العالم نقد فيما يتعلق في الحقوق والحريات على موضوع اعتقال الصحفيين واعتقال المشاركين في الحراكة الوطنية فكل يحال لأمن الدولة طب أمن الدولة نفضه لحاله محاكم مدنيا فسيدنا قبل فترة بادر لغاء بعض البنود المتعلقة في أمن الدولة وهي بدأ كمان نفس الوقت لتعديل قانون أمن الدولة فهذا موضوع حساس جدا طبعا اللي بدي أرجع بعد إذا بدأ على موضوع لمحكمة المحكمة الدستورية كانت أحد المطالب والتي تنفذت أنا أعتبرها خطوة جيدة وأنا بقول الخطوة الثانية لزيادة استقلال القضاء أنه التعديل فعلا قانون محكمة أمن الدولة وأن لا يحاكم لا الصحفيين ولا معتقلين حراك أمام محكمة أمن الدولة يعني أنا بحكي هنا على جميع فيه كمان محور على جميع محكمة الدولة أنفاذ القانون ولا محابة الملاحظ من الربيع العربي وما بعده أو ما يسمى بالربيع العربي أن هناك استقواء على الدولة من أي ناحية الاستقواء؟ استقواء على دماء أصبح فيه فوضى وليس الاستقواء هو الاستقواء ما أنت لما لما الدولة بتفقد هيبتها بيصير هذا فوضى يعني لما أنا يعني تلاحظ كثير من المشاهد تقنق بالجرائد أسمح لي يعني احترنا معاكم إذا الدولة أعطت حرية وديمقراطية بيقول لك الدولة أفقدت عيبتها إذا الدولة استعملت اليد الغليظة بتقولوا هذا فيه قمع فمش عارفين يعني كيف الدولة ممكن ترضي كافة القطاع لايس بأقصى الينين ولا ليس بأقصى اليسار يعني العصار تنمسك من النص يعني زي ما بيحكوا بالمثل العام لا يموت تذيب ولا تفنى الغنم لا يموت تذيب ولا تفنى الغنم لا يموت تذيب ولا تفنى الغنم إنه فهم التساهل بأنه ضعف نعم كويس فالتساهل والأمن الناعم والشفافية وإلى آخرين من المصطلحات هذه مصطلحات وعناوية فقط أعطت إيحاء للناس أعطت إيحاء للناس والناس مضغوطة وكانت تعبر عن رفضها للوضع القائم تكتور خلينا أخذ هذا الاتصال لأنه كتير ألو عبدالله السواعي ألو مساء الخير أستاذ محمد مساء الخير يا أهلا الله يعطيك العافية ودائما منور يا سيدي الله يحييك خش على سؤالك مباشرة يا سيدي لا خلني أول شيء أمسي عليكم لأنه جلستكم كراكية يلا يحييك كراكية وردنية عامة يعني على صديقنا الدكتور حليل ظلعين والحبيب الصديق اللي أنا بحبه حقيقة بس أنا وإيام اختلفين بالأرابة بس أصدقاء وحبائب الله يسعدك يا سيدي وعلى الدكتور هزاع المجالي إن شاء الله أنه بيكون حقيقة من اسم هزاع اللي كل الأردنيين بحبوه الله يسعدك هي أول شيء بالصدفة جلستنا كراكية لأنه كان مستضيفين أحد النواب واعتذر نتيجة لظروف خاصة عنده في الفترة الأخيرة يا سيدي لا ما أنتو المجالي مع البرارشي ما في تحالف يا سيدي احنا من حييكو وإحنا كلنا أردنيين ومن حيي البرارشي ومن حيي المجالي شكرا شكرا مداخلتي أستاذ محمد يعني حقيقة بالنسبة احنا للحكومات يعني دائما احنا نتمنى حقيقة أنه يكون يعني بارك الانتخاب الأستاذ عاطف الطراوني اللي احنا منبارك له كان فيه ارتياح شعبي من الرمثة وحتى العقبة بانتخاب الأستاذ عاطف الطراوني رئيسا لمجلس النواب يعني احنا كنا يعني ولا زدنا مع الأسماء الجديدة الدماء الجديدة يعني نوع من التغيير وهذا مطلوب الآن يعني نعم نعم بعيدا عن المناطق احنا بدنا دماء جديد تضخ وأسماء جديدة بعيدا لأنه ملينا كلها كلها الأردن قرية صغيرة وكلها عشيرة واحدة ومحبة ما بينها التقسيمات المناطقية احنا نبحث إلى التغيير والمكافات شكرا يا أخ عبدالله على الملاحظة نأخذ الأخ مش على المجالي أيضا هلو مساء الخير مساء الخير أخ مش على الرجائي أنه ندخل يا هلا ندخل في السؤال مباشرة مش هنكسب الوقت لا تكترى أبواجه أخونا الكبيرة ولا أبن عن أبستاذ هزة يا سيدا قبل أسبوعين وقعت الحكومة حالة عطاء إنشاء مفاعلين نوويين بكلفة عشر مليارات دينار على شركة روسية هذا الموضوع يا سيدي في الأفضاء يعني أنت حكيت أن الوضع الاقتصادي هو اللي بيشغل الشعب الأردني في ظل يعني دولة فيها وزارة مالية خاوية على عروشة فيش فيها يعني مقدرات ولا في كذا عفوا يعني عفوا أخ مش على يعني أنت قاعد بتحكي أخ مش على لو سمحت أنت بتحكي يعني غير صح الآن الدولة بتقول لك هنا عندنا في الخزينة حوالي 12 مليار داعم دينار الأورجني يعني يعني الساعة موضوع الطاقة يشغل الوضع الأردني حقيقة فإحنا هذا موضوع لحل مشكلة الطاقة يعني يا سيدي إحنا عنا بدائل هائلة يا أستان أبو بشر الله يضع لك أعطينا بدائل فضل هيا اسمع المخزوع يعني المكتشف من الصخر الزيتي 70 مليار طن من الصخر الزيتي وتكليف التعدين وأنقلب كثير إلا عنا 85% من مساحة المملكة الأردنية الهاشبية صحراء يعني أخ مش عال أنا بدي أسألك أنت جيولوجيا مختص في البترول يعني إحنا مشكلتنا أنه لما بنتحدث لن نتحدث عن أمور واقعية دائما بنهوش أو أنه إحنا نحكي أنه الحكومات إحنا ليس هدفنا إنه هاجم الحكومات ولا ليس هدفنا إنه هاجم أشخاص هدفنا أنه نثبت في حقاق أنا لما أقول 70% هل أنت مختص في علم الجيولوجيا هل أنت مطلع هل أنت يعني كثيرنا إخوان إننا تنقالوا نحاس في منطقة الطفيلة ويقدر هل منكو خبراء وفعلا قدروا بهذه المليارات يعني مجرد إشاعات إحنا شكرا للأخ ميشان ونتمنى من كل المواطنين يعني اللي بدهم يتصلوا ونتحاور معهم يكونوا واقعيين وما نوجه أي اتهامات جزافة نعم نحن نواجه أمور صعبة نحن نواجه أوضاع اقتصادية صعبة لكن نود أن نسمع عراء المواطنين بحرية وبشفافية وباحترام إلى أنفسنا دون أن نوجه الاتهامات إلى مسؤولينا وإلى بلدنا لأنه إحنا في النهاية قد نسيء إلى بلدنا وقدراتنا وخبرات القيادات وصلنا على القرار عندنا في الدولة والدنيا نحن حقيقة يعني حتى ضيوفي خرجوا عن الموضوع نحن نناقش موضوع مهم جدا المستقبل الوضع السياسي في المنطقة في ضوء التحالفات الجديدة هذا ما نريد أن نركز عليه موضوع الإصلاح أنا متأكد أن المواطن الأردني يعني غالبية المواطن الأردنيين بيقول لك أنا لا بهمني ديمقراطية ولا بهمني إصلاحات ولا أحزاب أنا بهمني أعرف مستقبلي ووضع الأمن المستقبلي لوين الأردن سائر وهذا ما نتمنى أنه من الحكومة ومجلس نوابنا وكل المطلعين عندنا في الدولة الأردنية أن الأردن سياسيا إلى أين يسير وخصوصا في ظل التحديات الجديدة في ظل التحالفات الجديدة في ظل الوضع السياسي والانحرافاته لأنه خارطة الوضع السياسي في المنطقة انحرفت إلى توجه آخر يعني قبل أسابيع كنا نتوجه باتجاه بوصلة معينة الآن البوصلة تغيرت الأردن أين موقفه من هذه الأوضاع شو مستقبله شو تأثيره هذا ما نود أن نبحثه في حلقة هذه الليلة وأتمنى من ضيوفي أنه ما نركز على قضايا قد تكون تكميلية لقضايانا الأخرى فضل ويسا يا سيدي لأن الحديث بدأ في أحداث بعتبرها جسام على الساحة الأردنية نعم هو في حدث مهم حقيقة خطاب التي ألقى جلالة الملك في افتتاح الدورة هذا يرسم خط سياسي وخط سياسي للأردن متقبلا أنا أريد أن أتحدث في المواضيع الأهم ماجد توبة في جريدة الغد يعنوا المقالة إله في انتظار المعارك هو يقصد الساحة الأردنية أولا معارك بين مين أيها ما هذا اللي أريد أحكي له أريد أحكي أسف هل أنت الأردنيين وجزء منهم هؤلاء الكتاب وبعض السياسيين ينظر للعملية وكأن هناك معركة سياسية طبعا هو قصده ما بين أقطاب السياسة وأقطاب مؤسسة الحكومة هذه قد تكون معارك مصالح بين النواب الحكومة هذا اللي كان يقصده وليس معارك سياسي نحن نتمنى أن يكون هناك وعي سياسي حقيقي عند نوابنا وعند الحكومة وتطلع المواطن الأردني على خارط المنطقة الإقليمية اللي قاعدة الآن قاعدة ترتب والأردن بعيد عن هذه الترتيبات يا سيدي هلأ للذهاب إلى ذاك العنوان الكبير كيف لنا أن نذهب إلى تلك المعركة مش المعركة التقليدية معركة المنطقة معركة التغيير اللي بتحكي عنه أنا ممكن أروح في السيف من خشب أنا ممكن أروح في مؤسسات حكم لا تدرك موانع موانع كيف دروح لذاك العنوان إذا أنا ما تسلحت بمؤسسات دستورية برئاسات يحترمها الشعب الأردني لهذه المؤسسات ولو أنه أنا اليوم في لقاء مع وزير العدل وحاولت أتحدث معه أنه حتى لا نكون معارضة عدمية بالمناسبة فكان خطابنا خطابي يعني قدر أن نلتقي بمكان مع هذا الوزير وزير العدل أنه لما نتقدم شيء مكتوب شيء عملي له علاقة بقانون الانتخاب حتى نحصني الدولة الأردنية هذه المعركة التي تتحدث عنها أستاذ الكريم في ظل الأوضاع المتردية في السورية في ظل الأوضاع الأكثر ترديا في العراق في ظل الهجم الشرسي الإيراني في المنطقة في ظل أو الشهية خلينا أسميها في يد ترك الغرب وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية الذراع الإيراني ليكون له بصمة في ظل ترد الأوضاع السياسية وتدهورها بشكل مخيف جدا في مصر أمام هذا الواقع ألا يحتاج الأردن إلى مؤسسات